مين أخطر بقى اللاعبين اللي عندهم؟ مش أقول لك اللي نقلق منهم بس اللي نعمل حسابهم شوية أوريك أول واحد هو الجناح جيني كاتومو ده واحد من أخطر لعبي موزنبيك سنه صغير جداً عنده 22 سنة محترف حالياً في نادي سبورتينجليشبونة البرتغالي وساهم فاربع هداف مع فريق الموسم ده أو ساهم فاربع هداف مع فريق الموسم ده سجل هدفين وصنع هدفين خلال 21 لقاء مش أركة مع عظيمة يعني رابع أكثر لعب في سبورتينجليشبونة صناعة للفلس المحققة في الدوري هذا الموسم ثاني أكثر لعب كيامل بالمروغات النكحة مع سبورتينجليشبونة في الدوري هذا الموسم وكذلك ثاني أكثر لعب تزدداد على المرمى منافسي في البطولة يعني لعب جيد لعب جيد ومهم بس مش خطير قوي يعني طي لينالدو مندفا لعب منتخب موزنبيك أيضا هو من موليد 1984 طبعا تعرفينه طبعا من اللعبة المهمة جدا هو ده بقى المهم جدا بقى هو محترف حلام في أتلتكو مادريد الأسباني أتلتكو مادريد لسه خسران دلوقتي في مباراة موسيرة جدا جدا جماعة في كاس السوبة الأسباني أربعة تلاتة أمام ريال مادريد بعد اللجوء للوقت الرضافي هكلمكم عن المقرد دي بعد شوية لعب لقاءة وحيدة مع أتلتكو مادريد هذا الموسم بسبب الإصابة لكنه عمل برنامج تأهيلي خاص من أجل كاس الأمم وهو أعلى لعب من حيثه القيمة التسوقية في منتخب بلاده 16 مليون يورو ويوجيد في مركز الظاهير الأيصر لعب 35 لقاء دولي مع موزنبيك وهو أكثر اللعبين خبرة في منتخب بلاده عشان لعب 35 مباراة فالدنيا سهلة بإذن الله سهلة ده منتخب موزنبيك أو يعني نبزة عن منتخب موزنبيك ترجمة نانسي قنقر